بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين والتي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملا والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطا اقتصاديا رئيسيا محددا وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024 ومواطن آخر خلال العام 2025 وأبلغت الوزارة تلك الشركات بضرورة الامتثال للقرار وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها ومن المقرر فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه وذلك بدءا من شهر يناير 2025 عن العام 2024 بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 ألف درهم في يناير 2026 عن العام 2025 ويسمح للشركات بتقصيد قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة ترجمة نانسي قنقر